في إطار ترسيخ علاقات الشراكة والتفاهم بين المؤسسات والهيئات الوطنية وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الخميس اتفاقية مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وذلك من أجل استضافة المركز للموقع البديل الاحتياطية للأجهزة وقواعد البيانات الخاصة بمؤسسة الضمان ووقع الاتفاقية عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعية مديرها العام ناديا الروابدة وعن المركز الوطني وإدارة الأزمات نائب رئيس المركز العميد الدكتور طلال بني ملحم يأتي توقيع التفاقية بين المؤسسة العامة والضمان الاجتماعي والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في استضافة الموقع الاحتياطي البديل وهو موقع التعافي من الكوارث والذي يؤمن للمؤسسة أنظمتها وقواعد بياناتها في موقع آمن والذي ينعكس بدوره على الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين في حد الكوارث لا سمح الله هذا المركز سيتم الربط ما بين المركز وأجهزة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال ربط مباشر من خلال شبكة الحكومة الآمنة حيث يتم تحديث البيانات أول بأول وفي حال انقطاع الخدمة سيتم اعتباره كمواقع تشغيلي لاستمرارية العمل وصرف رواتب وخدمة الجمهور الألية ستكون من خلال شبكة الحكومة الآمنة التي هي شبكة الـ MBN حيث سيتم كتابة الحركات على أجهزة المؤسسة وعلى أجهزة الموقع البديل بالتوازي حيث سيكون هناك ربط كتابة متزامنة لهذه الحركات على قواعد البيانات في مواقع المؤسسة وموقع المركز البديل الهدف كما نعرف أن استمرارية العمل لخدمة المراجعين وبالتالي هو الحفاظ على أنظمة وقواعد البيانات المؤسسة وضمان وصول الرواتب وخدمة المراجعين للمؤسسة العميد بني ملحم قال أن هدف الاتفاقية هو التكافل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لغايات خلق بيئة وطنية آمنة ومستقرة بالنسبة لتوقيع الاتفاقية اليوم مع مؤسسة العاملة الضمان الاجتماعي يأتي في سياق اهتمام المركز بأن يحقق الأمن والاستقرار لكافة مؤسسة الدولة ولذلك قمنا في توقيع الاتفاقية مع هذه المؤسسة اليوم من أجل إيجاد مكان للتعافي وإيجاد حالة من الكونتينيتي والاستمرارية في المستقبل لا سمح الله إذا صار في أي هجمات إلكترونية على مواقع هذه المؤسسة أما بالنسبة لمنظورنا المستقبلي نحن نسعى لأن نجد مواقع أيضا لبعض مؤسسات دولة الهامة اللي نعتقد بأنها ضروري يكون لها مواقع تعافي في هذا المركز أو أن نجد آلية أخرى لأن تقوم بعض مؤسسات دولة أخرى بإيجاد أماكن ومواقع للتعافي لمؤسسات دولة سواء كان في قطاع العام أو في قطاع الخاص وبموجب الاتفاقية تلتزم مؤسسة الضمان بتوفير الكادر البشري بالعدد والتخصص والكفاءة المطلوبة لإدارة وصيانة وتشغيل جميع أنظمة ومستلزمات الموقع الاحتياطية وإبلاغ المركز الوطني من خلال وسائل الاتصال المتفق عليها عن أي خلل يحدث محمد الفايز الحقيقة الدولية